اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تعلم البرمجة معاكم احمد عبد النبي وزاي ما اتفقنا هكون معاكم دايما عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة لو جيت سألتك مثلا سؤال وقلتلك احسب المسافة بينك مثلا وبين اي جسم قدامك او مثلا احسب المسافة بينك وبين عربيتك ممكن ترد علي باجابة وتقول لي مثلا المسافة دي حوالي مثلا 5 متر كلمة حوالي هي معناها ان الرقم اللي انت قلته ده رقم تقريبي معنى كده ان انت لو انا عايز اسألك السؤال ده وترد علي اجابة ضجية جدا هتضطر ان انت تدخل في بعض العمليات الحسابية اللي من خلالها تطلع لي نتيجة او رقم معين وتقول لي والله المسافة بتاعتي 3 متر ونص بالزبط ده اللي عمله بالزبط العالم في صغورس عالم الرياضيات بدأ ان هو يكتشف بعض المعادلات المعادلات دي معادلات حسابية مفروض ان النتيجة بتاعتها بتطلع لنا المسافة طبعا العالم ده عالم الرياضيات كبير جدا فبدأ ان هو يتعمق اكتر في علم الرياضيات عشان احنا كبشر نبدأ نحسب بعض العمليات الحسابية اللي من خلالها نقدر نتعرف على السرعة والمسافة والزمن كل المعادلات دي نتج عنها معادلة في الاخر نعرف احنا كبشر نستخدمها عشان نطلع مسافة ولكن مع مرور الزمن اكتشفنا سنة 1794 ان الخاصية دي موجودة في بعض الحيوانات موجودة مثلا في طائر زي الخفاش تخيل ان الخفاش ممكن يكون حسد البصر عنده منعدمة او قليلة شوية ولكن هو بيعرف يحسب المسافة بينه وبين اي جسم حواليه باستخدام فكرة معينة عن طريق انه هو بيبعد بعض الموجات ولما يحصل ارتداد للموجات دي بيعرف يحسب المسافة بينه وبين اي جسم حواليه مع تطور التكنولوجيا والبرمجة وظهور الروبوت شغف الانسان انه هو يطور روبوت يشتغل بشكل اوتوماتيك بدأ يزيد فبالتالي حولنا الخاصية اللي موجودة في طائر زي الخفاش لسنسور معين يقدر ان الروبوت بتاعي يحسب المسافة بينه وبين اي جسم حواليه فبالتالي يقدر يحسب المسافة ومن هنا زادت خواص الروبوت بتاعتي وقدر كمان انه هو يتغلب على البشر المعادلة اللي احنا ممكن نحسبها كتير جدا عشان نطلع ناتج معين ورقم ممكن ناخد فيه دقايق ويمكن كمان ساعات الروبوت بيعمل ده في اجزاء من الثانية وعشان نعرف ده اكتر ونعرف الروبوت بيعمل ده ازاي لازم نتابع الهلاعة بتاعتنا ونكون مركزين كويس قوي عشان نعرف الروبوت بتقدر ان هي تتعرف على البيئة اللي حواليها ازاي تعالوا نشوف مع بعض ايه هو السنسور بتاع حلقة النهاردة ونتعرض اكتر على الابليكيشنز وتطبيقات اللي موجودة في حياتنا باستخدام الروبوت جاهزين؟ يلا بنا زي ما قلنا احنا بنتكلم عن السنسورز والسنسورز هي الحساسات بعض الاضافات اللي باضفها للروبوت بتاعي عشان احوله لبدل ما يكون لقطعة من الحديد يكون جسم او روبوت يحس بكل البيئة اللي حواليه وبقدر اعمل ده عن طريق اضافة مجموعة من السنسورز او الحساسات وقلنا ان السنسورز دي بليها اشكال كتير جدا اقدر السنسور ده احط سنسور مثلا يحس بدرجات الالوان ونعكسات الضوء واقدر احط سنسور بيقدر يئيس قوة الضغطة او اللمسة اللي بتتحصل مع الروبوت واقدر كمان اضيف سنسور بيقدر يحسب المسافة واضيف كمان سنسور يخلي الروبوت بتاعي يحس بي الاتجاهات اللي هو الجايرو سنسور والسنسورز دي لها اضافات كتير جدا بقدر ان من خلالها اخلي الروبوت بتاعي يحس بكل البيئة اللي حواليه ومش مجرد اربع انواع من السنسورز اللي قدر اضيفهم للروبوت بتاعي ممكن اعمل حاجة معينة او سنسور معين او احط اتنين سنسور مع بعض يبدأوا يعملوا مهمة معينة كل ده بيكون بناء على التاسك او المهمة اللي انا كمبرمج او كمهندس صانع للروبوت بحطها في الروبوت بتاعي عشان يقدي مهمة بشكل معين اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت كمان عن الفورس سنسور وقلنا ان الفورس سنسور ده عبارة عن سنسور بيحس بقوة اللمسة او الضغطة اللي انت كمستخدم بتضغطها على الروبوت وبيخليه يحس باي حاجة حواليه بتأثير الضغطة او القوة دي بحلقة النهاردة هنتكلم عن سنسور مهم جدا وهو الDistance Sensor ونشوف ازاي السنسور ده بيشتغل وازاي كمان اقدر اخلي الروبوت بتاعي يحسب المسافة بينه وبين اي جسم قدامه وده كله بيحصل في اجزاء من الثانية احنا قلنا قبل كده ان السنسور دي مستوحى من الانسان يعني احنا شوفنا الانسان بيقدر يستخدم حواسه ازاي وبناء عليه حولنا الحواس دين مجموعة من السنسور ولكن الانسان ما بيقدرش يحسب المسافة بشكل ضقيق جدا بينه وبين اي جسم فبالتالي بيتطلب ان انت تعود كده تفكر في معادلة معينة عايز احسب المسافة فممكن استخدم ده باستخدام اكتر من طريقة ممكن مثلا اجيب متر او جاي ايس المسافة بيني ما بيني وما بين اي جسم تاني كده انا اعرف المسافة ممكن مثلا استخدم طريقة معينة للقياس طيب لو انا عايز اعمل ده بشكل اوتوماتيك بشري هاضطر ان انا ادخل في معادلات حسابية كبيرة جدا عايز مثلا احسب السرعة وعايز احسب الزمن وعايز اخش في بعض المعادلات ممكن تكون معقدة فبالتالي المعادلات دي اللي يقدر يقوم بيها وبشكل سريع جدا هو الروبوت وده كله يتحول لسنسور بيقدر ان هو يحسب المسافة وعشان نعرف السنسور ده بيحسب المسافة ازاي مفروض ان احنا نفهم فكرة عمله او التقنية اللي مفروض بيبني عليها فكرة اياس المسافة واحنا قلنا قبل كده ان فيه السنسور بتاعي بيحسب المسافة دي والفكرة دي مستوحاة من طائر الخفاش الخفاش ما بيقدرش يشوف ويميز الاجسام اللي حواليه بشكل دقيق جدا ولكن يقدر يحسب المسافة الخفاش بيكون عامل زي طائر معين وهو طائر بيبدأ يبعث مجموعة من الموجات الموجات دي مفروض لو هي ارتدت او حصل لها نوع من انواع الارتداد بتبدأ بعد كده ترجع لنفس الجسم او مصدر الموجة اللي هو طائر الخفاش وعلى الاساس ده بيبدأ يحسب المسافة طب احنا عايزين نفهم الموضوع ده اكتر عملت ازاي يعني ازاي اخدنا الفكرة دي من الخفاش وحطناها في سنسور والسنسور ده ممكن يبقى صغير جدا لدرجة ان احنا لو احنا مثلا معنا خفاش كبير شوية مثلا ولكن الخفاش ده حجمه وطوله ممكن يكون كبير انا حولت كل الكلام ده وحطته في سنسور صغير ممكن يكون طوله في نفسه طول الصبع بتاعنا طب ازاي السنسور الصغير ده بيعمل نفس فكرة الخفاش بالزبط تعالوا نشوف الخفاش اصلا بيعمل ايه وازاي قدرنا نطور الفكرة دي ونعمل منها سنسور صغير نضيفه للروبوت ويقدر يحسب المسافة عايز اوضح لكم الفكرة دي بشكل مبسط جدا فهفتح مثلا بينت ونبدأ نشوف مع بعض طريقة طيران الخفاش ذات نفسه عمل ازاي لو انا مثلا عندي حائط مثلا بالشكل ده وعندي الخفاش بتاعي وليكن مثلا هيبدأ ان هو يطير بشكل معين مثلا وليكن ليه مثلا جناحات بشكل معين بالشكل ده اي رسمة شكل الخفاش مفروض ان الخفاش بتاعي ما بيقدرش يشوف كويس ولكن عنده خاصية او حاسة تانية وهي ارسال الموجات والموجات دي بنسميها موجات الالترا سونيك او الالترا ساوند عبارة عن ايه عبارة عن مجموعة من الدوائر كده لو احنا تخيلنا مع بعض انه عندي في شبكة ارسال معينة موجودة في مكان شبكة الارسال دي بتكون حواليها مجموعة من الدوائر في نطاق معين الدوائر دي بتكون هي الموجات ده اللي بيحصل بالزبط مع الخفاش الخفاش بيكون مصدر الموجات فبيبدأ يطلع منه مجموعة من الموجات وكل ما المدى بيبعد كل ما اتساع الموجة ده بيبدأ انه هو يجبر اكتر لحد ما توصل للحيطة مثلا بالشكل ده الموجة في الاتجاه اللي رايح للحيطة مفروض ان لو الموجة بتاعتي لمست الحيطة يحصل نوع من انواع الارتداد فالموجة بتاعتي بدل ما بيكانت رايحة في اتجاه الحائط تبدأ ترتد فيه اتجاه معاكس بنفس الدرجة ترتد فيه اتجاه معاكس لحد ما توصل للخفاش بتاعي طيب انا برضو ما فهمتش يعني هو بعت موجة لحائط معين او لجسمه معين ممكن يكون طاير في الغابة ففي شجرة قدامه فهو عاوز يعرف المسافة بينه وبينها ازاي عشان يغير المسار بتاعه فبالتالي ما يخبطش في الشجرة دي هو بعت موجة والموجة دي بدأت تروح للشجرة او للحائط مفروض ان الموجة دي بيحصل ليها نوع من انواع الارتداد هنلاحظ ده بشكل كبير جدا لو انت مثلا عندك مية وجيت المية دي بتحطها في اناء معين وحاطت ايدك مثلا في بداية الاناء وجيت حطيت المية بتاعتك فالمية دي هتبدأ مش هتنزل بشكل مباشر في الكباية بتاعتك او الاناء الكبير نفس الفكرة بالزبط بتبدأ الموجة دي تروح لحائط او لمكان معين ويحصل لها نوع من انواع الارتداد فبالتالي مش هتقدر تعدي في الحيطة او تعدي في الشجرة لان هي حائط او سد معين ويبدأ يحصل لها نوع من انواع الارتداد طيب الخفاش عرف بقى المسافة ازاي يعني قدر يميز المسافة ازاي احنا قلنا ان احنا كبشر نقدر نحسب المسافة ولكن نقدر نحسبها يا اما بشكل يدوي ان اجيب وحدة اياس مثلا او اداية معينة بتقيس زي المتر مثلا او ان اخش بقى في معادلات حسابية تخيلوا بقى ان الخفاش بيقدر يعمل العمليات الحسابية دي بكل سهولة وتقدر تقولي ازاي اقولك انا ازاي في معادلة معينة المعادلة دي الخفاش بيقدر ان هو يعملها بكل سهولة الخفاش ذات نفسه وهو طاير بيبقى عارف سرعته زي بالضبط لو انت راكب عربية معينة وعارف سرعتها السرعة دي مثلا ممكن تبقى 80 كيلو في الساعة الخفاش برضو عارف السرعة بتاعته والسرعة دي بنقول عليها الفلسطين اللي هي ممكن نعمل ليها رمز حرف الفي في معادلة حسابية بتقدر من خلالها تحسب السرعة والسرعة دي بنقدر نقول عليها زي ما قلتلك من شوية سرعة 80 كيلو في الساعة طب الكيلو ده وحدة اياس ايه؟ الكيلو وحدة اياس المسافة ممكن تبقى كيلو او تبقى بالمتر او تبقى بالسنتي او تبقى حتى بالملي وكيلو على لاقي كيلو متر في الساعة يعني الاتش كانها أور كيلو متر والاتش كانها أور فانا بالنسبة لي الكيلو هي وحدة قياس المسافة والاتش او الاور هي وحدة قياس الوقت معنى كده انه اقدر اقول ان الصرعة بتاعتي أقدر أدخلها في معادلة حسابية وأقول إن الفي بتاعتي الفي بتاعتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المسافة اللي هي الديستنس نقدر نعمل لها رمز الدي المسافة بتاعتي على الوقت اللي هو التايم على التي يطلع لي في الآخر ناتج إن أنا مثلاً لو بحس بالمسافة بالكيلو يبقى كيلو متر على أعمل لها إشارة للسلاش زي ما عارفنا في البرمجة التايم اللي هو ممكن يكون بالساعة طيب الكيلومتر ممكن تبقى متر أو تبقى سنتي أو تبقى ملي والساعة ممكن تبقى ديئة وممكن تبقى ثانية إيه المعلومات اللي أنا عارفها في المعادلة دي عشان أقدر أحققها؟ يعني أنا مثلاً لو جيت قلت لك 2 في 2 بتساوي 4 طيب لو جيت قلت لك 4 على 2 هتقول لي الناتج بتاعي 2 جميل جداً نفس الفكرة بالزبط أنا عندي السرعة بتاعة الخفاش أو سرعة العربية أنا ممكن أكون عارفها الخفاش عارف السرعة بتاعتي فبالنسبة لي دي معلومة فممكن أعمل عليها تشيك مارك إن أنا كده عارف السرعة بتاعة الخفاش طيب هو بعت سرعة الموجة أو الموجة بتاعته راحت للحائط اللي كان موجود قدامه أو الشجرة راحت في زمن والليكن الزمن ده كان مثلاً 10 ثواني راحت في 10 ثواني ورجعت في 10 ثواني فبالنسبة لي هو كده عمل إجمالي الزمن اللي الموجة راحت فيه ورجعت عملت الارتداد 20 ثانية معنى كده إن معايا التايم أو معايا الوقت فمعنى كده إن التي كمان معلومة بالنسبة لي لو عملت حاصل ضرب السرعة في الزمن هيطلع بالنسبة لي المسافة بكده أكون عرفت المسافة بتاعتي عبارة عن إيه فبالتالي أقدر من المعادلة دي أعرف المسافة بتاعتي ممكن تبين إن هي معقدة جداً ندخل في بعض الحسابات ونعمل عمليات ضربه وإسمه عشان نطلع نتيجة المسافة ولكن الخفاش بيقدر إن هو يحسب المسافة دي في أجزاء من الثانية بيبقى طاير وبيبعت على طول إشارات أو موجات اللي هي الألترا سونيك وبيبدأ الارتداد يحصل بشكل سريع جداً عشان من خلال كده يعرف يحسب المسافة بينه وبين أي جسم تقني تخيل بقى إن نفس الفكرة دي بالزبط بنعملها في الألترا سونيك سنسور الألترا سونيك سنسور بيبدأ يبعت موجات لحائط معين أو لأي عائق موجود قدام الروبوت لو العائق ده وليكن أنا برمجت الروبوت بتاعي إن لو موجود عائق على بعد 10 سنتي يبدأ إن هو يقف أنا كده قدت له معلومة المسافة ولكن هو لسه ما يعرفش المسافة دي عبارة عن إيه فلما يجي حركه هلاقي إن الألترا سونيك سنسور موجود ليه عينين بشكل معين زي الروبوت اللي موجود معايا دلوقتي الروبوت ده موجود فيه ألترا سونيك سنسور والألترا سونيك سنسور بيبان كأنه هو عينين الروبوت عندي فيه العين اليمين والعين الشمال نفس الفكرة دي بالضبط عين بتبدأ تبعت إشارة أو موجة معينة اللي هي الألترا سونيك ويف والعين التانية بتبدأ تستقبل الموجة بتاعت دي لو فيه إيه؟ لو فيه عائق طب لو ما فيش عائق الموجة بتفضل مكملة لحد المدى بتاعها وليكن مثلا وإحنا بنوصف الألترا سونيك سنسور نقول مثلا إن الألترا سونيك سنسور ده بيقدر يحسب أو يقدر يشوف المسافة اللي بينه وبين أي جسم على بعد 30 سنتي معنى كده إن مدى الموجة 30 سنتي يعني لو فيه جسم أبعد من 30 سنتي الروبوت بتاعي ما يقدرش إنه هو يميزه وده ليه؟ لأن الارتداد اللي بيحصل من الموجة ذات نفسها ما حصلش لأن الموجة بتاعتي خلصت عند 30 سنتي ولكن لو جسم أقرب شوية زي الحيطة اللي موجودة وابدأ أبعد الويف أو الموجة بتاعتي وحاطت الحيطة أو الأوبجيكت بتاعي أو الجسم ده على بعد وليكن 15 سنتي الموجة هتبدأ تروح في زمن معين وليكن مثلا تروح في ثانية تخبط في الحائط أو الجسم اللي موجود قدام الروبوت ويحصل نوع من أنواع الارتداد عشان إيه؟ عشان هي داخل المدى بتاع الموجة بتاعتي لما يحصل ارتداد العين التانية اللي هي اسمها الريسيفر هتبدأ تستقبل الموجة بتاعتي كده أنا معايا سرعة الموجة كده كده السنسور عارف الموجة بتاعته عبارة عن إيه وسرعتها عاملة إزاي ومعايا كمان الوقت الوقت اللي راحت في الموجة وحصل لها ارتداد ورجعت ليه العين اللي بتعمل ريسيف أو بتستقبل الموجة التانية بناء عليه السنسور بيحسب عن طريق المعادلة اللي احنا اتفقنا عليها بيحسب السرعة والمسافة هو عارف سرعة الموجة وعارف الوقت يقدر من خلال المعادلة دي يحسب المسافة بكل سهول فلو أنا قلت له كمبرمج دلوقتي لو عندك جسم معين على بعد 15 سنتي ابدأ أقف فهو هيفضل ماشي والموجة هتفضل شغالة وكل اللي احنا بنقوله ده بيحصل في أجزاء من الثانية وأول ما تحس الموجة ويحصل ارتداد على بعد مثلا 15 سنتي أو 10 سنتي يبدأ الروبوت بتاعي يقف وما يحصلش أي أكشن معين وعلى حسب ما أنا برمجه ممكن مثلا أقوله لو فيه عائق معين ابدأ يرجع لورا أو ادخل يمين أو غير اتجاه مصارك بحيث أن انت ما تغبطش في أي حائط أو أي عائق موجود قدام الروبوت وده بيخلينا نجاوب على سؤال مهم جدا وهو استخدامات السنسور ده استخدامه عامل ايه بالزمن؟ أقدر أعمل ده في روبوت معين يقدر أنه هو يحس به المسافات اللي موجودة حواليه تخيل معايا أنه أنت معاك مثلا روبوت ودخلته في متاهة معين وعايز يخليه الروبوت بتاعي يبدأ من نقطة بداية ويحل المتاهة بتاعتي عشان يخرج منها بسلام فمفروض أنه أحط سنسور اسمه الالتراسونيك سنسور اللي احنا اتفقنا عليه بيحسب المسافة ويبدأ يحسب المسافة بينه وبين أي حائط من العوائق اللي موجودة قدامه ويبدأ يطلع أفضل طريق عشان يطلع للخروج النهائي من الميز أو المتاهة بتاعتي كمان فيه أبليكيشن مهم جدا وهو الكلينينج بوت أو الكلينينج روبوت دلوقتي يبقى مشهور جدا على مستوى العالم روبوت كده على شكل دورية بتبدأ تحطه في البيت ويبدأ أنه هو يكنس الأرض أو يمسحها طيب الروبوت ده ما سألتش نفسك بيقدر يحسب المسافة بينه وبين أي جسم حواليه إزاي يعني إيه اللي يخلي الروبوت ده مثلا ما يخبطش في الحيطة أو أنه هو يكون عارف أصلا أنه دي حدود الحيطة بتاعتي بيقدر يعمل ده بكل سهولة باستخدام الالتراسونيك سنسور بيبدأ يبعث موجات والموجات دي مش شرطه تكون في اتجاه معين ممكن يبدأ يبعث الموجات دي في كل الاتجاهات عشان يقدر يحسب المسافة فمثلا لما تيجي تشغله وهو في نص الأوضة بالضبط يبقى عارف المسافة بينه بين الحيطة اللي قدامه والحيطة اللي وراه والحيطة اللي على يمينه والحيطة كمان اللي على شماله وبعد كده يبدأ يعمل العملية أو المهمة بتاعته في مهمة التنظيف كمان فيه أبليكيشن مهمة جدا وهو الدرونز أو الطائرات اللي بدون طيار الطائرات دي بيتحط فيها كمان ألترا سوناك سنسور عشان تبدأ تحسب المسافة بينها وبين أي طائر مثلا حواليها في الجو أو أي مبنى لو أنت بتطير الدرون بتاعتك أو الطائرة بدون طيار في مكان سكني أو في مجموعة من المباني عشان يعرف المسافة بينه وبين المباني دي عاملة ازاي ومن ضمن الأبليكيشن الخاصة بالدرونز إن في بعض شركات الشحنة دلوقتي باقي بتستخدم الدرون كوسيلة لنقل البضائع إنت مثلا ممكن تعمل أوردر مثلا على أمازون فممكن ما تلاقيش المندوق جالك تلاقي درون جات قدام البيت عندك وبدأت تحط لك المنتج اللي أنت طلبته طب هي عرفت منين المسافات ووقفة عند مكان معين قدرت تعمل ده باستخدام الألترا سونيك سنسور وفيه كمان أبليكيشن مهم جدا ممكن يكون بعضنا استخدمناه اللي هي السمارت ووتر تيب دي عبارة عن إيه؟ ممكن أنلاقي في بعض الأماكن جاء وإنت دخلت مثلا وعايز تخسل إيدك الحنفية دي ما بيكونش ليها مثلا مقبض معين عشان تبدأ تفتح المية منه أو أن أنت تخلي المية تقفل أو تفتح ولكن بمجرد ما بتحط الإيد بتاعتك بتبدأ المية تنزل ده بيحصل باستخدام الألترا سونيك سنسور سنسور بيحسب المسافة مثلا من الحنفية للإيد أو الشخص اللي هيمدي إيده وبناء عليه بتبدأ تشغل المية ولو أنت بعدت عيدك عن الحنفية بتدق المية توقف وقتها ده كله بيحصل باستخدام الديستنس سنسور أو الألترا سونيك سنسور وحساب المسافة ذات نفسه بيبدأ يدخل في معادلات صعبة جدا ما بنقدرش نعملها كبشر أو نقدر نعملها ولكن في وقت كتير فالألترا سونيك سنسور أو الديستنس سنسور وفر علينا وقت كتير جدا إن احنا نضيفه للروبوتس وطبعا قدروا عن طريق الألترا سونيك سنسور يحطوا الروبوتس دي في بعض المصانع عشان تزود الإنتاج أو إن هي تحسب المسافة بينها وبين كل الأجسام الموجودة مثلا على خط الإنتاج فبالتالي عمل حاجة اسمها ماس برودكشن أو عمل إنتاجية عالية وفي نفس الوقت طلع جودة أفضل عن طريق الألترا سونيك سنسور أو عن طريق استخدام الروبوتس عموما في خطوط الإنتاج وزي ما احنا متفقين أي سنسور أو أي جهاز إلكتروني بيبدأ نوصله مع الروبوت أو البرين بيكون لي الكابل بتاعه والكابل ده بيكون فيه 3 أجزاء أساسية أو 3 سلوك أساسيين اللي هو الكهرباء اللي هو الموجب والسالب اللي هي الجراوند والسيجنل أو الإشارة اللي بيبدأ يبعثها للبرين وكمان بيكون عندي فيه السينسينج بورتس أو الجزء اللي بيبدأ يحس منه أو يطلع منه الإشارات واتفقنا إن فيه عندي حاجة اسمها ترانسمتر وحاجة اسمها ريسيفر الترانسمتر هو العين المسؤولة عن إرسال الموجة بتبدأ تبعث الموجة للأمام وعلى حسب مدى الموجة بتاعتي بيبدأ يستقبل الإشارات لو الموجة بتاعتي اللي خرجها من الترانسمتر أو جهاز الإرسال بدأت إن هي تعوق مثلاً جسمه معين بيحصل لها نوع من أنواع الإرتداد مين اللي بيستقبل الموجة دي؟ بيستقبلها العين التانية اللي اسمها الريسيفر بتبدأ تستقبل الموجة دي وعلى أساسها بتحسب المسافة وطبعاً بيكون فيه أماكن تثبيت عشان أثبت المكان الخاص بالسنسور فيه مكان معين ما يبقاش تثبيته مثلاً فيه مشكلة أو يقع مثلاً وإحنا بنستخدم الروبوت وخصوصاً لو إحنا بنستخدم الروبوت فيه تطبيق مهم مثلاً أو بيستخدمه في بيئة صعبة شوية فممكن الروبوت يحصل له نوع من أنواع المشاكل وطبعاً أقدر أعمل ده كله باستخدام البرمجة أقدر أستخدم البلوكس أو الفيجوال بروجراميج إن أنا مثلاً أقول لو أنا عندي سنسور والسنسور ده أنا موصله على حرف أو رقم معين والحرف ده زي ما قلنا بيكون موجود في البرين لو إحنا مثلاً شفنا البرين أنا معايا برين البرين ده موجود فيه مجموعة من الأماكن أو المدخلات المدخلات دي بيكون لها حروف معينة لو أنا موصل السنسور بتاعي على حرف معين ببدأ أقول للبرين بتاعي إنه موصل السنسور على حرف الأي فبالتالي بيفهم إنه هو هياخد إموت معين من السنسور ده عشان بالتالي ياخد السنسور أو ياخد الإموت ده ويطلعه بعد كده لموتور لو أنا موصل السنسور بتاعي مثلاً على حرف السي وجيت قلت للروبوت أو للبرين بتاعي لو جاء لك إموت من السنسور اللي أنا موصله مثلاً على حرف الأي أنا كمبرمج كتبت الكود بتاعي على حرف الأي بالتالي هو مش هيفهم او مش هياخد الامبوت بتاعي البورتس دي مهمة جدا انه اكون عارف انا موصل للسنسور بتاعي فين عشان البرين يفهم انه هو هياخد الامبوت بتاعه ازاي واحنا اتفقنا قبل كده ان الكنترولر ده بيبدأ ياخد امبوت من السنسور ومعد كده بيبدأ يعمله عملية معالجة وبالتالي بيطلع ايه اوبوت او سيجنل للاوبوت انه هو يشتغل واقدر اعمل ده طبعا بكل سهولة باستخدام البرمجة لو انا مثلا جيت قلت للسنسور ده لو مثلا المسافة بينك وبين اي جسم 15 مثلا سنتي او المسافة دي مثلا 15% او 100% ابدأ اعمل اكشن معين ده كله طبعا بيحصل باستخدام السنسور والمعالجة اللي بتحصل في الكنترولر وبناء عليه بيبدأ يشغل او يوقف الموتور بتاعي اللي موجود في الروبوت وطبعا احنا معانا الروبوت اللي معانا ده موجود فيه الترا سونيك سنسور بيقدر انه هو يحسب المسافة وعندي كمان تاتش سنسور اللي احنا عملناه في الحلقة اللي فاتي تعالوا نشوف مع بعض ازاي اقدر اخلي الروبوت بتاعي يحس بالفورس سنسور او التاتش سنسور ويقدر كمان يحسب المسافة بينه وبين اي جسم معين تعالوا نجرب ونشوف ده هيحصل ازاي ابدأ اشغل الروبوت بتاعي تمام جدا شغلته ممكن احطه بعيد شوية وابدأ اشغل الروبوت بتاعي بمجرد ما اضغط على الفورس سنسور انا امبرمجه ان لو دغطت على الفورس سنسور يبدأ انه هو يتحرك فلو دغطت على الفورس سنسور فعلا اتحرك ده رقم واحد رقم اتنين اول ما الالترا سونيك لقى ايدي كجسم اوعائك موجود قدامه وقف تماما ده حصل ازاي انا امبرمجه مثلا لو المسافة او الجسم واقف على بعد عشرة سنسي يبدأ انه هو يوقف تعالوا نشوف مع بعض هيقدر يعمل ده تاني مع بعض ازاي ممكن اوقفه بعيد شوية وابدأ اضغط على الفورس سنسور فعلا وقف لما لقى جسم قدامه طبعا الحركة اللي الروبوت بتاعي عملها قدر انه هو يعملها عن طريق حساب المسافة وعن طريق البرمجة اللي انا اديت هاله كمبرمج كل ده اقدر اعمله باستخدام الالترا سونيك ومش بس كده انا ممكن كمان احط في الروبوت بتاعي مجموعة من السنسورز وابدأ ابرمجها بشكل معين وزي ما احنا شفنا عندي فورس سنسور وقدرت ان اقدي سجنل معين للبريل عشان يبدأ يخلي الروبوت بتاعي يشتغل وبعد كده الالترا سونيك قدر انه هو يحسب بعض المسافات عشان يعرف اذا كان فيه جسمه قدامه ولا وانا كنت مديله امر انه هو يقف كل حاجات دي اقدر استخدم السنسورز فيها واقدر اخلي الروبوت بتاعي يحس بالبيئة اللي حواليه بشكل اكتر وطبعا الروبوت موجودة في العالم حوالينا فلازم نتعلم كل حاجة عن الروبوت عشان كده بنحاول ان احنا نفسر كل حاجة موجودة في الروبوت وكمان نجربها عشان نتعلم اكتر عن الروبوت ونواكب عصور التكنولوجيا ونكون مبرمجين فاهمين وقدرين نطور اشكال مختلفة من الروبوت عن طريق البرمجة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واستنونا بحلقات جاية كتير عشان نتكلم اكتر عن الروبوت وتطبيقاتها في حياتنا العملية اتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلام